جهاز River F Smart الاستشعاري كاشف المياه الجوفية والآبار الارتوازية والينابع تحت الأرض بتصميمه الجديد كلياً والأول من نوعه في العالم بعد النجاح الباهر والكبير الذي حققته شركة GER Detect بالتعاون مع شركة UIG Detectors في جهاز River F والذي أثبت تفوقه بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية تم تطوير الجهاز كلياً إلى جهاز River F Smart مع إضافة المزيد من الأنظمة والتحديث على خصائص الجهاز بتقنيات جديدة احترافية في اكتشاف مواقع المياه من مسافات بعيدة بدقة عالية وتحديد العمق بشكل أسهل وأدق نقدم لكم شرحاً مفصلاً عن طريقة تركيب وعمل جهاز River F Smart والذي يعمل بثلاثة أنظمة بحث مختلفة واحد نظام البحث عن المياه العذبة اثنان نظام البحث عن المياه المالحة ثلاثة نظام تحديد العمق وتحليل النتائج جهاز River F Smart متعدد الخصائص للبحث عن المياه الجوفية والآبار الارتوازية وينابيع المياه في باطن الأرض سرعة فائقة في اكتشاف مصادر المياه وتحديد مواقعها بدقة تحديد عمق المياه بالمتر والسانتيمتر بسهولة ودقة عالية تحديد القارة التي يتم البحث ضمنها شاشة تدعم نظام اللمس تحتوي على العديد من المزايا والإضافات ميزان حرارة إلكتروني ضمن شاشة الجهاز والذي يقوم بقياس حرارة الطاقس ساعة رقمية كتم وتفعيل صوت الجهاز أولاً قم بفتح حقيبة الجهاز للتعرف على مكوناته المرفقة حقيبة حمل ووقاية الجهاز مصنوعة من البلاستيك المقاوم للصدمات بطاقة ضمان لمدة عامين الوحدة الرئيسية للجهاز مقبض الجهاز شاحن الجهاز شاحن للسيارة سوبر أنتين هوائيات عدد ثلاثة بداية قم بتركيب مقبض الجهاز ومن ثم قم بتركيب السوبر أنتين المواصفات التقنية للسوبر أنتين النظام الأسرع والأسهل لاستكشاف المياه الجوفية والآبار الارتوازية وينابيع المياه في باطن الأرض يعمل هذا الأنتين بنظام سبيرال المتخصص بتغطية مساحات واسعة من البحث هذا الأنتين العملاق يتألف من مرسل ومستقبل يعمل وفق مبدأ التحريض الأرضي وعملية تحليل الإشارة عندما يبدأ الجهاز بالعمل يقوم المرسل بإرسال إشارة إلى المستقبل ثم يقوم الأنتين بتوليد إشارة إيدي كورينت فيؤدي ذلك إلى توليد موجات حلزونية وتضخيمها لأكثر من ألف ضعف لمساعدة الجهاز على استقبال الإشارة والوصول إلى تغطية مساحات أكبر في غضون ثوان معدودة ركب الهوائيات الصغيرة قم بتركيب الهوائي المستقبل للإشارة بعد الانتهاء من تركيب كافة القطع أصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام وحرصاً من الشركة على ضمان تطبيقك لقواعد استخدام منتجاتها بدقة وللحصول على أفضل النتائج قام فريقها بعمل ميداني مرفقاً بشرح تفصيلي عن كيفية البحث وتحديد عمقها بدقة بتجربة الجهاز في هذه المنطقة يجب عليك كمستخدم خلع جميع المقتنيات التي تؤثر على عمل الجهاز مثال ساعة يد هاتف محمول محفظة خاتم حزام يجب عليك الابتعاد قدر الإمكان عن مكان المقتنيات ومصادر الطاقة شبكات الهواتف الأجهزة الإلكترونية أو الأشخاص المتواجدين في منطقة البحث والذين يحملون معادن أو هواتف محمولة شغل الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل ON-OFF لمدة ثانيتين بعد تشغيل الجهاز ستظهر على الشاشة الرئيسية البيانات التالية مؤشر مستوى البطارية الساعة درجة الحرارة زر تفعيل وكتم الصوت بالإضافة إلى الأيقونات التالية واحد أيقونة الإعدادات وتحتوي على لغات عمل الجهاز وهي الألمانية الإنجليزية الفرنسية الإسبانية البرتغالية العربية أيقونة إعدادات الجهاز والتي من خلالها يمكن ضبط مستوى الصوت مستوى الإضاءة ضبط الوقت معلومات الجهاز أيقونة تحديد الموقع واختيار القارة التي تريد البحث ضمنها تم إضافة هذه الميزة الفريدة من نوعها بسبب اختلاف ترددات المياه الجوفية والآبار الارتوازية تحت الأرض من قارة إلى قارة أخرى اثنان خيارات البحث اختيار نوع المياه المراد البحث عنها تحت الأرض مياه عذبة أو مياه مالحة بعد اختيار نوع المياه سيقوم الجهاز بالعودة إلى شاشة البحث تحديد المدى الأمامي للجهاز عند تحديد المدى الأمامي سيقوم الجهاز بالعودة إلى شاشة البحث بشكل تلقائي ثلاثة تحديد نوع التربة يمكن اختيار نوع التربة في منطقة البحث طينية معدنية طبيعية مختلطة رملية صخرية أيضا سيقوم الجهاز بالعودة إلى شاشة البحث بعد اختيار نوع التربة أربعة أيقونة البحث عند الضغط على أيقونة البحث يقوم الجهاز بالبدء بالبحث مباشرة وذلك اعتمادا على إعدادات تم ضبطها وحفظها مسبقا من قبل المستخدم وهي نوع الهدف المدى الأمامي نوع التربة القارة يمكنك اختيار نوع المياه التي تريد البحث عنها مثال مياه عذبة والتي تظهر أيضا في شاشة البحث ثم اختر المدى الأمامي المراد الوصول إليه من مئة متر إلى خمسمائة متر ألف متر ألف وخمسمائة متر ألفي متر ألفين وخمسمائة متر ثلاثة آلاف متر مثلا مثلا خمسمائة متر ملاحظة إذا كان المدى الأمامي لموقع المياه المراد البحث عنها متوقع وجوده ضمن مساحة خمسمائة متر مربع يكتفى بتحديد المدى الأمامي ضمن خمسمائة متر أما إذا كان المدى الأمامي لموقع المياه المراد البحث عنها غير معلوم يمكنك تحديد المدى الأمامي حتى ثلاثة آلاف متر ملاحظة يجب أن يقف المستكشف متجها من الشمال إلى الجنوب حيث أن الحقول الآيونية عبارة عن إشعاعات صادرة عن المياه الجوفية والآبار الارتوازية وينابيع المياه تحت الأرض وتداخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الأرض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالا وجنوبا الآيونات الرئيسية في المياه الجوفية يعتبر الكالسيوم من أهم الآيونات الأساسية الموجودة في المياه الجوفية وهناك مصادر متعددة من آيونات الكالسيوم مثل المعادن السيليكاتية والمعادن غير السيليكاتية كالفلورايت والإنهيدرايت والجيبس والدولومايت والأرجونايت والكالسيت ونواتج ذوبان المعادن الموجودة في الأحجار المتحللة في المياه ويأتي الماغنيزيوم بعد الكالسيوم حيث يعتبر الثاني من حيث الأهمية بين الأيونات الأساسية الموجبة والمتواجدة في المياه الجوفية ملاحظة يجب المحافظة على توازن الجهاز أثناء الاستخدام والبحث وذلك عن طريق تثبيت النقطة الزرقاء في منتصف أيقونة الدائرة حتى تتحول إلى اللون الأبيض سيبدأ الجهاز بإرسال واستقبال إشارات ترشدك نحو موقع المياه مع إصدار صوت متواتر عند الحصول على أي إشارة سيقوم الجهاز بالالتفاف نحو موقع المياه مع ظهور مؤشر اتجاه المياه على الشاشة وتسارع في الصوت وظهور أيقونة العمق ملاحظة لا تقم بالضغط على إقونة العمق إلا بعد تأكيد موقع المياه من الجهات الأربعة قم بتأكيد موقع المياه من الجهات الأربعة لضمان الوصول إلى موقع المياه بشكل أدق قم بتتبع الإشارة وعندما يقوم الجهاز بالالتفاف للخلف ستكون قد تجاوزت موقع المياه ثم قم بتأكيد مكان تواجد المياه من الجهات الأربعة من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب عند الوقوف فوق موقع المياه سيقوم الجهاز بالدوران فوق الموقع مباشرة بعد تأكيد مكان المياه اضغط على أيقونة العمق ثم قم بالابتعاد عن موقع المياه مسافة مترين على الأقل قم بتوجيه الجهاز نحو موقع المياه مع الحفاظ على توازن الجهاز اضغط على زر ابدأ انتظر حتى سماع صوت تنبيه يصدر من الجهاز ثم قم بالسير باتجاه موقع المياه حتى يقوم الجهاز بالدوران نحو الخلف مع ظهور أيقونة تدل على دوران الجهاز نحو الخلف قم بالالتفاف بالاتجاه المعاكس اضغط زر ابدأ انتظر حتى سماع صوت تنبيه يصدر من الجهاز وتحول الأيقونة من وضعية الدوران إلى الوضعية الأمامية ثم قم بالسير حتى يقوم الجهاز بالدوران نحو الخلف سيقوم الجهاز بتحليل وإظهار النتائج النهائية بشكل تلقائي وستظهر على شاشة الجهاز النتائج والحالات التالية عند تأكيد وجود المياه واحد الضوضاء وهي نسبة التشويش المتواجدة في منطقة البحث والتي تنتج عن القرب من مصادر الطاقة شبكات الهواتف المعادن الهواتف المحمولة الأجهزة الإلكترونية ثانيا تأكيد الهدف وهي نسبة تأكيد تواجد المياه في منطقة البحث ثالثا العمق وهو العمق المحتمل تواجد المياه ضمنه مثال العمق ما بين 100 متر إلى 133 متر الضوضاء بنسبة 5% تأكيد الهدف بنسبة 97% ويظهر أيضا على شاشة النتائج الأيقونات التالية القائمة الرئيسية عند الضغط على هذه الأيقونة يمكنك العودة إلى القائمة الرئيسية البحث عند الضغط على هذه الأيقونة يمكنك العودة إلى شاشة البحث العمق في حال عدم ظهور العمق في النتائج النهائية يمكنك الضغط على هذه الأيقونة لإعادة تحديد العمق ملاحظة إن عدم استخدام الجهاز بشكل صحيح أو وجود نسبة تشويش عالية في هذه الحالات لن يستطيع الجهاز تأكيد الهدف وتحديد العمق يصل عمق البحث في جهاز ريفر ايف سمارت حتى خمسمائة مترا في باطن الأرض ومدى أماميا ثلاثة آلاف متر تم تطوير جهاز ريفر ايف سمارت للعمل بمختلف أنواع التضاريس وفي أصعب الظروف المناخية بشكل أسهل يتمتع جهاز ريفر ايف سمارت بإمكانية اختراق طبقات الأرض لأعماق كبيرة تصعب على العديد من الأجهزة الوصول إليها جهاز ريفر ايف سمارت من أفضل الصناعات الألمانية حاصل على شهادة سي اي الأوروبية طبقا للمواصفات العالمية بالإضافة إلى شهادة آيزو تسع آلاف وواحد الدولية طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية إن رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تستلزم الذهاب لأراضي جديدة بل تستلزم الرؤية بعيون جديدة تمنياتنا لكم بالتوفيق برحلاتكم الاستكشافية اشتركوا في القناة